السلام عليكم. زيكم يا جماعة اخباركم ايا. احنا اخدنا قبل كده موضوع تقوص الرجبة ده. احنا هنتكلم النهاردة بسرعة عليه النقطة المهمة. ونتكلم شوية في موضوع تفاصيل العملية. انا الدكتور احمد العطار استشارك راحة العظام والعمود الفكر. بصوا يا جماعة. دي الرجلة الطبيعية. لو فتحت الرجلين القدمين عن بعض. بيسموها تقوص للخارج. اما لو الرجبتين هم اللي فتحوا عن بعض بحيث ان القدمين هم اللي اقربوا من بعض. ده بيسموه التقوص الداخلي. يعني بيبقى زي قوس كده. كده. مش كده. تمام كده. يبقى الفرق. التقوص كده. ولا التقوص لبرة. طيب. احنا بنتكلم النهاردة على اللي جوه. اللي هو اشهر حاجة. التقوص الداخل. احنا امتى يا جماعة بن بنشتغل على التقوص ده? لو التقوص ده موجود لوحده بدون حاجات تانية. او لو التقوص موجود لوحده ومعه خشونة. ودولة اشهر حاجتين احنا بنشتغل عليهم. في حاجات تانية ان يبقى فيها معها قرحة. او الرقبة غير ثابتة. غير ثابتة ديت يعني من الاخر عمليات الرباط الصليبي. بالذات اللي بيتقطع تاني مرة واتنين. غالبا بيبقى فيه نسبة تقوص. بتحمل على الرباط الصليبي الجديد فبتقطعه. دولة اشهر حاجتين بنشتغل عليهم. بس يا جماعة مش بس وجود التقوص. لازم يبقى تقوصه معه اعراض اللي احنا نتكلم بعد شوية عليها. الا لو التقوص شديد ما بستناش بقى لما الرقبة تتعب. يعني يعني التقوص فيه تقوصات احنا بنشوف ارقام غريبة. يعني بنشوف تقوص العيان ماشي. بيتدنجل على الناحيتين. هو بيتوصف في المشي كأنها ماشية قريبا من ماشية البطة. بيرمي نفسه كده وكده يعني بيبقى الحاجة الواحد بتبقى الدنيا يعني. ربنا يعافي الجميع ان شاء الله. او يبخشونا يعني الاعراض واضحة. طيب احنا يا جماعة ليه بنيعمل العملية دي. عشان ما نضمرش الجزء الداخلي من الرقبة. ما دل الوقت لما يبقى التقوص بالشكل ده بتحميل كله على الداخل. هنا. هنا. الحتة طالع منها شرارة كده كده بتشتكي. مرة في مرة في مرة المنطقة ديت بتبوص خالص. وهو السن صغير. خمسة وعشرين سنة وتلاتين سنة. ارقام غريبة. والبدايات عند الخمسين سنة لو استمرت سنتين ثلاثة بتقلب لمفصل كلي. فلما بتكسر من بدل الامور بيقل الضغط في المنطقة دي. طيب. يعني احنا عايزين نقلل للضغط. يبقى معنى كده ان الاعراض لازم تبقى في المنطقة دي. في المنطقة الداخلية من الركبة. يعني ما ينفعش واحد يقولي ان الركبة كلها بتوجعه. الركبة كلها بتوجعه يبقى مش ده ده مش المكان العضوي. لما انا حسنه يبقى كل حاجة هتتحسن. عشان كده بنركز في موضوع الاعراض. عشان ده الاكتر واحد بي بيستفيد. لكنا طبعا الكلام ده كله قلناه هنبقى نحط اللينك بتاع المحاضرة دي لوحدها. بس احنا بنعدي بسرعة بس عشان نبقى فاهمين الجزء اللي هو بتاع العملية نفسه. الاشعات يا جماعة بتاع تقوص الرجبة. احنا بنعمل الوضع الامامي الخلفي والجانبي. بس يجب انعيني يبقى واقف. ما ينفعش تعملي اشعة على الرجبة وانت قاعد. لازم تحمل على الرجبة عشان بالبلد كي تفضحها. لو فيها حاجة بالتحميل. معظم الالام بتبقى مع المشي. اه او الحركة. مع المجهود. وجزء بيبقى عند النوم. في الراحة. طيب. اه 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 الاسكانو جرام ان احنا نعمل اشعة بطول بس مقطعية اضاق. بطول الساقين. بطول الطرفين كلهم على بعض. عشان نحسب الزاوية بالزبط. احنا نكسر قديه. ونعدل قديه. وساعات بنعمل رانين مناطيسي. لو شكيني ان فيه حاجة كمان مع التقوص سبب للالم. طيب. استعدال التقوص. الخطوات بتاعتنا بقى. احنا جماعة اهم حاجة عندنا ان احنا نرجع على الاشعاعات تاني. عشان نحسب الزاوية بالزبط. لان احنا كل ما بنفتح فتحة. يعني 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 الملي بدرجة تحسين. يعني لو فيه عنده خمستاشر درجة تقويس. يبقى انا محتاج افتح وجش او افتح فتحة في العضب. اه القاعدة بتاعتها حوالي خمستاشر ميلي ع سنت ونص تقريبا. طيب وبنجهز عضم صناعي. يعني ما بناخدش من الحوض لا ما بحبش اخد من الحوض. الحوض انا باخد منه في حالات ندرة قوي. كله صح يا جماعة. العضم عندنا كله صح. بس انا اه بفضل العضم الصناعي. العضم الصناعي بقى قريب جدا من كفاءة الطبيعي. وفي نفس الوقت بنبعد عن مشاكل اخدنا العضم الطبيعي. اللي هو من الحوض يعني فتح الحوض. اه العيان تقريبا بينسى العملية نفسها الكبيرة وبيركز في العملية اللي هي بتاعت اخد العضم اللي فوق ده. فاحنا بنفضل موضوع الصناعي. طيب وبنجهز الشرايح بتاعتنا. نسو يا جماعة انا بس عشان حوول ملكية. بنجيب صور عندنا احنا من انا احنا. دي جماعة شرايحة اللي بتركب. لو انت اخدت بالك مصمرين فوق ومصمرين تحت. وفي وجه. في حتة كده عشان تم لا تخش مكان الحتة اللي هتتفتح اللي هتبقى فاضي عشان العضم يسند عليها. مصمرين فوق ومصمرين تحت. طب وما لقشتوا رايحة كبيرة دي. ساعات وانا بفتح لما بنشوف درجات تقوص عالية. تكسر مني الناحية التانية فبنحط لها شريحة تعوضية. كمان على الناحية التانية زي ما نشوف بعد شوي. مهم ان احنا بنحضر الشريحة دي. ومنحضر الشريحة التانية. دي الشريحة بتاعت استعدال التقوص. هو استعدال التقوص بيتم بشريح بس. فها في مليون طريقة. وعلى حسب السن. احنا بنتكلم النهاردة على الكبار باستخدام البودو. البودو بليت. اللي هي الشريحة اللي هي فيها اربع مسامين اللي هي دي. فنحاول نقلل حجم الجل على قد ما بنقدر حجم الفتحة. وحجم القوة العملية وكبرها. هي مش نقصة كبر. عشان نحط حاجات كتير. او ضخمة. في حين حاجة صغيرت تتقضي الواجب. طيب. التخدير النصفي. يعني العمليات بتاعت الطرف السفلي الكله بيبقى نصفي. بصوا جماعة. وبيبقى العيان. المريض نايم على الترابيزة. تمام. والمنطقة دي اللي هي حولينا الفخد بنلف عواليها حاجة. بحيث انها تمنع الدموية في المنطقة دي. فتقلل الناس. ايه الكلام ده احنا قلناه كتير قبلك. طب والخطوات ايه يا جماعة. احنا بنفتح في المنطقة الداخلية من الساق. المنطقة الداخلية من الساق. جوه. بنفتح فتح حوالي 2 سنتي نكسر ونعدل. والحتة اللي احنا فتحناها ديت وعدناها بنحط العظم الصناعي. ووراها الشريحة اللي انا ورتها لكم. بعد كده بنحط له درنقة. درنقة ديت عشان طمص الدم اللي بيما موجودة على حاجات ديت مش بنقدر نطلع لها صور قوي. وبنحط بعديها الجبيرة وبعد الجبيرة بنح. ببعد مسلا حوالي اسبوعين لما بنشير الغرز على حسب قوة التسبيت. بنشوف. اذا كنا احنا محتاجين نحط جبس ولا لأ. تمام? عادة بنحط جبس. انا يا جماعة بتكلم على المجتمع بتاعنا هنا اه اه شقاوة حد مش عارف زق مين حد مش عارف عمل ايه. كلام كده غريب بنسمعه. فبنحط احتياطي ثلاث اسابيع الجبس ده. لسه هو الاصل في الموضوع ان من الاول بنحطه في حاجة اسمها بريس. بريس دوت يعني دعامة موصلة من الفخد لغاية الساق. بمفصلة يقدر يفرد ويتن الرجبة من غير ما يحمل على منطقة الكسر. الكلام دوت هنا في مصر يعني ايه شوية عليها على ما تستفهام يعني. الاستجابة للمريض بتختلف من واحد لواحد واحنا بنشوف مصايب من الكلام ده. فبقينا بنريح نفسنا وبنحط ايه موضوع الجبس. وان كنا لغاية النهاردة بنخير العيان وبنفاهمه. تبعات كل حاجة. احنا يا جماعة اي عملية في الوجود ودي من العمليات الكبيرة. اي عملية في الوجود لها مشاكل. يعني قوعة تبقى فاكرة ان انت وانت دخل تعمل استعدال انك دخل التوكيل عشان رجلك تبقى زي الفل وتطلع تبقى زي الفل تطلع تجري. دي عملية وعملية كبيرة بنشؤ فيها العظم نوصل لغاية العظم نعدي الانسجة والاوطار والاعصاب نوصل لغاية العظم نكسره ونشبته. فدي مش عملية صغيرة. فوارد ان يحصل تلوص ووارد ان يحصل رجوع لنسبة العوجة اللي حصلت قبل كده الشريحة نفسها تتكسر العظمة تتكسر عشان كده بنبقى بحطين عظم شريح تانية اضافية عشان تصلح اللي تم. الكلام ده وارد ليه نسب عندنا بالارقام صفحة المشاكل لازم تبقى سامحها قبل ما تخش العملية لازم عشان تبقى فاهم وداعي وتعتمد على ربنا مش على الجراح او هو ربنا بس تبقى فاهم الكلام دوت من باب الامانة. نتائج العملية فوق الممتازة. مش ما نسب محترمة يعني احنا برضو تاني انت مش دخل توكيل عشان يتعدل لك التقوص فبقيت زيرو بقيت زي الفل. وفي نفس ذات الوقت ما عنديش قلم نهائي فيش الكلام ده وده السليم عنده قلم. لا المقصود انك دخلت استفدت. اتعدلت بنسبة محترمة ان شاء الله ترجع للطبيعي. وفي نفس الوقت نسبة الالم والتحميل على المنطقة قال فالالم قال. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.